بدأت قصتنا بموت رجل صالح تاركا لولديه ثروة كبيرة لتكن آخر الأحزان إن شاء الله كان أبوك يا قرطوش يتصدق علي براتب شهري لعجزي عن العمل رحمه الله لم يخبرني بهذا أبدا انتظر يا عماه لا نريد أن نقطع الخير الذي بدأه أبونا كم أعطيته؟ لا أدري لم أعد الضراهم أنت تبدد مراثنا لا يعجبني أسلوبك في إنفاق المال لا تنسى أننا شركاء أعطيته من مال خاص أي مال خاص؟ إنه مراثنا المشترك اسمع يا تمليخة قد حان الوقت لنقتسم المراث الآن؟ نعم الآن ماذا ننتظر؟ حسنا كما تحب يا أخي لقد ترك أبونا ستة آلاف درهم نقتسمها بالعدل لكل منا ثلاثة أهلا بك يا سيد قرطوش سمعت أنك قد اشتريت الأرض المجاورة لأرضي هذا صحيح يا سيد عكاك لقد جئت أتعرف إلى جاري الطيب وأرجوه أن يقبل هذه الهدية المتواضعة يا لها من أوان ذهبية رائعة إنها تساوي ثروة من المال تزيد قيمتها إذا لمستها يدك تحسن الكلام يا رجل ولكني أشعر بريبة لا تآخذني لا يوجد من يقدم هذه الهدية الغالية دون أن تكون له حاجة حاجتي رضاك يا سيد عكاك وماذا بعد رضاي؟ أريد أن أتزوج ابنتك ولكنك متزوج كما سمعت لا يوجد مانع من الزواج باثنتين إن مهر ابنتي ألف درهم أدفعها اليوم إذا قبلت أحسنت بشراء هذه الأغنام يا تمليخة دفعت فيها ألف درهم كاملة أحسنت ستفيدنا كثيرا سنبيه الألبان كل يوم ونسقد نتنا سابحة وغدا تتوالد الأغنام ويزيد عددها وأيضا لن ننتظر إلى الغد سنزبحها كلها اليوم لماذا؟ هل نسيت عشرات الجوع من حولنا؟ كيف نكنز المال ونتركهم يتدورون جوعا؟ إذن نزبح ربع القطيع للفقراء أو نصفه ونرعى النصف الآخر لنجد ما يكفينا لقد من الله علينا بمال وفير وليس أحب إلي من إنفاق هذا المال في مرضات الله أقدر لك حبك للخير ولكن أترك لنا عشرة خراف لا تنسى أن لدينا ابنة بل سأترك لها شاة واحدة تكفي هيا يا روضة الجائعون لا يحتملون مبارك لك يا أخي على هذا الزواج ما هذا؟ أتسخر مني؟ لماذا تقول ذلك يا أخي الحبيب؟ كيف ترتدي هذه الملابس القديمة البالية أمام أصهاري؟ هذا أفضل ما لدي هذه عباءة أبينا ألا تذكرها؟ وتأتيني راكبا حمارا أجرب؟ أليس لديك عربة تجرها الخيول؟ قرطوش ألا تعرفنا بضيفك؟ إنه صاحب قديم لماذا تشتري ملابس بألف درع من كامل؟ هل أزعجك قول أخيك إلى هذا الحد؟ إنها ليست لنا تفضلي يا خالتي كم عدد أفراد عائلتك؟ أربعة عشر خذي يا سابحة احملي هذا عن خالتك بارك الله فيك يا بني وفيك يا خالتي فهمت لكن أنت طيب يا تمليخة الحمد لله أنك لم تخالفيني هذه المرة كنت أخالفك حرصا على مالك إذا كان المال يستطيع أن يشتري الآخرة فمن الحماقة أن نشتري به الدنيا هوني عليك يا علياء يا زوجتي أعرف ماذا حبك لأبيك الراحل ولكن ماذا بأيدينا؟ هذا قضاء الله تعرف أنني لا أؤمن بإلهك فلا تقل لي كلاما يزيد من غضبي اسمع يا قرطوش إذا أردت أن ترعى أردي وتجني خيراتها فعليك أن تؤمن بمعبودي هذا؟ أنت تسخر منه؟ لا أبدا 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 إني أراه لطيفا لا يكفي أن تراه لطيفا يجب أن تحترمه أحترمه بكل تأكيد لأجل خاطرك وتسجد أمامه هذا شرطي الوحيد وأسجد أمامه أظن أننا قد اتفقنا تمليخة إنني لا أجد مالك أين الألف درهم الباقية من ميراس أبيك؟ لا تخشي شيئا لقد تضاعفت كيف؟ هل اتجرت بها؟ نعم اتجرت بها مع الله أعتقت عشرة من الرجال والنساء كانوا عبيدا وجواري عند الكفار نعم ولكن كيف سنعيش الآن؟ مثل ما كنا نعيش يا روضة إنني لا أفهمك يا تمليخة أعرف مدى حبك للخير وسعادتك بالعطاء ولكن كيف تنفق ما لك كله ولا تبدخر منه شيء؟ بل ادخرته كله عند الله وخلصت نفسي من حمل تلك الأمانة أفصح أيها الفلاح البائس انتظر يا رجل قليلا إنه الطريق إلى قصري ابتعد هل تريدني أن أسقط في الماء؟ من؟ تمليخة؟ كرطوش؟ أخي كيف حالك؟ كما ترى وأنت؟ ما الذي جرى لك؟ إنني بخير والحمد لله هل تسمي هذا خيرا؟ هل أضعت مالك على النساء أم في المقامرة؟ إذا كنت تسأل لتطمئن على حالي فاعلم أنني والفضل لله لا أجرؤ على الاقتراب من الحرام وهل من الحلال أن تكون بهذا البؤس؟ أي بؤس؟ إنني لا أشكو من شيء انظر إلى نحول وجهك وإلى ملابيسك الممزقة مر علي في قصري سأطعمك وأكسوك شكرا لك يا أخي على كل حال وتأتي بأولادك معك أيضا كم لديك من الأبناء الآن؟ ليس عندي إلا سابحة فقط؟ أنا عندي سبعة من الذكور وأريد أن أنجب مثلهم حتى لا تبور الأرض من بعدي ليبارك الله لك في أولادك وأرضك الأرض لا يمكن أن تفنى أو يحدث لها شيء المهم كثرة الأولاد ليقدروا على الزراعة لا تنسى أن تزورني ولكن لا تقل للخدم إنك أخي تعرف مكانة الآنك كبير للتجار والزراع كان صاحب الجنتين يعتقد أنه غني بماله وجنتيه أما الفقير كان يرى أنه غني بإيمانه وثقته بخالقه ماذا بك يا روضة؟ لقد مرضت الشات الوحيدة ماذا نفعل الآن؟ سنحاول أن نداويها قدر ما نستطيع لم يعد بإمكاننا أن نحلب لبنه أو نستفيد منها في شيء الأصوب أن نسارع بزبحها اتق الله كيف أذبح شاة مريضة وأوذي الناس بلحمها؟ وهل سنطعمها ونسقيها دون مقابل؟ منذ جئنا إلى هذه الحياة والله يطعمنا ويسقينا ويرزقنا دون مقابل وهو غني عن عبادتنا له كنت أقصد كيف سنجد ما نطعم به صغيرتنا؟ لا تشغل بالك بما هو ليس لنا سيرزقنا الله فقد نشات الوحيدة يا تمليخ لله الأمر من قبل ومن بعد سأخذ تلك المسكينة وأدفنها تمليخ هذا خاتم زواجنا باعه واشتري ما يلزمنا من طعام بل احتفظي به يا روضة إنني أجتهد في البحث عن العمل وأشعر بقرب انفراج الأزمة عندما تنفرج الأزمة اشتري لي غيره حفظك الله لنا يا زوجي الطيب سأذهب إلى أخي قرطوش إنه يملك جنتين كبيرتين وبالتأكيد يحتاج إلى جهدي وأمانتي أنت تعرفين أن الأعناب تفسد إذا لم تجن وتؤكل في حينها أعرف ولكن ما علاقة ذلك بأن تأخذ زهبي وتبيعه أحتاج إلى مال كثير لأنفذ فكرتي وما هي فكراتك؟ نعصر العنب ونخبئه في قنينات من الزجاج ونتركه حتى يصير نبيذا رائعا ولكن الفلاحين من حولنا فقراء لا يجدون سمن الطعام فمن سيشتري النبيذ؟ يا لك من ساذجة سأبيعه في كل أنحاء الدنيا للأثرياء ووجهاء القوم وهكذا لنفقد ولا حبة عنب واحدة وتتضاعف ثروتنا آه الفكرة تبدو جيدة لقد درستها في كافة الوجوه صدقيني سنربح منها الكثير سيدي رجل يقول إنه أخوك تمليخة ينتظرك في الخارج لقد نسيته تماما ترى ما الذي جاء به دعيه في الحديقة وسأذهب إليه سبحان من هذا خلقه بارك الله لك يا أخي قرطوش أخي الحبيب ما الذي جاء بك؟ أوحشتني وفي الحقيقة هناك سبب آخر أخجل أن أذكره دعنا نتكلم ونحن نسير يجب أن أراقب الفلاحات أثناء جمع الثمار وإلا تكاسلنا جميعا لقد استغنيت عن رئيس العمال منذ أيام لعله لم يكن أمينا هو ذاك هو ذاك سبحان من يدبر لنا الأرزاق لقد قبلت قبلت ماذا؟ أن أعمل في حديقتك رئيسا للعمال قل لي يا تمليخة ما هي خبرتك في إدارة الحدائق؟ بإمكاني أن أتعلم انتظر أيها الفتاة الحمقاء تمليخة سنكمل حديثنا فيما بعد هيا وانضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفارا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ما كل هذا الطعام من أين أتيت به رفق أتانا من عند الله روضة أين خاتمك الذهبي كل كل بالهناء والشفاء ما هذا الحظ الطيب أراك مرتين في أسبوع واحد هذا كثير كثير للغاية أشكرك يا أخي ولكني في حقيقة الأمر قلق عليك أنت قلق علي أنا لماذا؟ أخشى أن لا تكون بخير وأنت الذي ستساعدني؟ بكل تأكيد أنصحك أن تنظر إلي وإلى نفسك جيدا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا الكبرياء لله وحده ألست أغنى منك؟ نعم ولكن لا تنظر إلي بل ينظر إلى الجنة المترامية أمامك تأمل الأشجار والنهر والثمار والخضر هل تتخيل يوما أن تضيع هاتان الجنتان؟ كل ما يملكه الإنسان مملوك لله وهو بيد الله إن شاء أبقاه وإن شاء استرده فخرج من يد البشر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا هذا كلام مرسل لا دليل عليه تعال لي أصطحبك في رحلة إلى جنة أخرى هيا انظر إلى أي اتجاه تحبه إلى جنة هذه أو جنة تلك أنصحك يا أخي ألا تغطر بالنعيم الزائل زائل؟ كيف تزول الأرض؟ كل ما أمامك من صور ستخرج يوم القيامة من يدك وتعود إلى الله فقيرا يوم القيامة؟ يؤسفني يا عزيزي أن أبلغك أنه ليس هناك يوم للقيامة هذا أمر لا يصح فيه المزاح لست أمزح إنني أؤمن بما أراه وألمسه بيدي أنتم تتحدثون عن جنة سيدخلها المؤمنون بالله وأنا قد استغنيت بجنتي هاتين عن جنتكم لا تكفر يا قرطوش لو كان هناك يوم قيامة كما تعتقد فسوف أعمل فيه باحترام باحترام يليق بثرائي وسوف أجد خيرا من هاتين الجنتين في الآخرة إنني أرثي لحالك يا مسكين أنت ترثى لحالي؟ لماذا؟ لقد أنعم الله عليك وامتحنك بالثراء وكان ينبغي أن تشكر الله على نعمته لو أنك قلت وأنت تدخل بيتك أو جنتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله لحفظ الله لك ما تملك وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا أنت تتحدث وكأن الحدائق ستزول ستتبخر من على وجه الأرض من يدري قد يرسل الله عليها عاصفة من السماء فتصبح خرابا عاصفة من السماء وهل ستشرب العاصفة ماء النهر أيضا قد يجف النهر أيضا فلا تجد ريا للزروع أنت تلجأ إلى الله لأنك فقير لو كنت غنيا مثلي لم احتجت أن تلجأ إليه وأنت تكفرك الكفار يا قرطوش بل أخشى أن أقول قد صرت واحدا منهم ما الذي قاله لك أخوك وجرح شعورك إلى هذا الحد إن لي لا أبكي منه بل أبكي علي لقد أعماه حب الدنيا والاخترار بها حتى نسي فضل الله لا أدري ماذا أقول لك ليس ما تحكيه جديدا بالنسبة لي أنت مظلوم في أخيك انصرف الفقير بعد حواره حزينا على أخي وآوى الغني إلى فراشه ونام وخيم الليل على الجنتين هدأ كل شيء وسكن كل شيء هذا السكون الذي يسبق العاصفة لماذا تبدو متوترا يا قرطوش هل أعد لك قدحا من الحليب الدافئ بل قدحا من النبيذ المعتق وسأمشي قليلا في حدائقي الآن؟ نعم أريد أن أملأ صدري من هواء الجنتين وأتفقد ثروتي وأملاكي التي يظن الأحمق أنها قد تضيع تدافعت في السماء سحب كثيفة راحت تتجمع وتقترب في موكبها الكوني مثل جيش غامض يحتشد لأمر مقدر الجو صار شديد البرودة من أين أتت كل هذه السحب فجأة؟ هيا أيتها الخيول الكسولة ليس بهذه السرعة توقف عن الرقد هكذا ما هذا؟ أي رياح تهب في هذا الفصل من السنة؟ انطلقت الرياح من أعنتها كأن شياطين الجحيم تطاردها وبدأت العاصفة يزداد عنفها ثم هوت العاصفة على الجنة لا أصدق أشجاري تطير كأنها أوراق يابسة أين أولاد الشباب الأقوياء؟ أين زوجتي وأسري؟ أين الخدم والحراس؟ حين أشرقت الشمس على المكان أطلت على مشهد لا علاقة له بما كان قائما منذ ليلة اختفت الجنتان كما لو كانتا رسما محاه صانعه بعد أن رسمه آه أين ذهب النهر يا علياء؟ لكأنه جرعة ماء شربتها الأرض بعد عطش آلاف السنين سأذهب إلى بيت أعمامي لأجد الماء والطعام لقد أنفقت كل مالي وكل عمري في العناية بهذه الأرض لا تجلس كالعاجز وافعل شيئا إنك أنت السبب فيما جرى لي جعلتني أكفر بالله وأشرك به صنما لا يضر ولا ينفع لم يرغمك أحد على هذا لا جدوى من الحديث معك ألا يوجد من ينصرني أو يقف معي في هذه الدنيا؟ تستطيع أن تنصر نفسك يا أخي كيف؟ كيف؟ تتوب وترجع إلى الله وتنقذ نفسك الآن إن الفرصة ما زالت سانحة أمامك الآن ألا ترى الخراب من حولك؟ أية فرصة؟ الفرصة في أنك حي ولم تمت أدرك نفسك بالتوبة وعد إلى الله إن أردت النجاة والقوة فلا قوة إلا بالله ولا نصر إلا من الله ولا أمل إلا في الله فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا نزلت سورة الكهف قبل هجرة بعض من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وفهم الصحابة حينها أن هذه السورة سوف تؤهنهم لما هو قادم من تضحيات الفرار بالإيمان لذا كان للسورة وقت نزولها دور في التأهيل لما هو قادم من عضائم وشدائد من هذه القصص التي تحكي عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم معتصمين بربهم إلى أن آواهم الله في كهف نسب إليه فيما بعد إنهم أصحاب الكهف الذين فروا بالإيمان من الطغيان والضلال وشهدت بإيمانهم آيات القرآن الكريم ويروى أن هؤلاء الفتية كانوا يعيشون في بلدة بالأردن وكان أهلها يعبدون الأصنام ويشيدون لها المعابد ولا يرضون أن يمسها أحد بسوء ويعاقبون كل من يكفر بها ولا يعبدها في هذا المجتمع الذي ساد فيه الفساد والضلال ظهرت هذه المجموعة من الشباب قلة قليلة حكمت عقلها ورفضت السجود لغير خالقها الله الذي بيده مقاليد كل شيء فتية آمنوا بالله فثبتهم وزاد في هداهم وألهمهم طريق الرشاد أخذ دين التوحيد ينتشر تدريجيا بين الناس الأمر الذي أزعج حكام هذه البلاد ولم يطيقوا تراجع عبادة الأصنام أمام انتشار دين التوحيد فعمدوا إلى التصدي لأتباع هذا الدين وإذائهم وتعذيبهم ورغم وحشيتهم فقد فشلوا في الحيلولة دون انتشار هذا الدين الجديد أي آلهة غليظة تلك التي يعبدونها وترضى عن قتل الإنسان لأخيه الإنسان الإله الحق لا يرضى بالظلم والقتل كأن العالم قد أصيب بالعمى إلى متى سنظل صامتين على ما يحدث يا ماكسيميليان لا نملك إلا الصبر ولكن على أي الأحوال فإن مقامنا في هذه البلاد لن يطول ماذا يدور برأسك يا ماكسيميليان قريبا سأطلعك على ما أفكر فيه لقد ثبت الله هؤلاء الفتية وصبرهم ودلهم على الحق والحقيقة فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وليست هي الأوثان ولا الأصنام لقد قلنا إذا شططا لو قلنا بمثل ما يقول قومنا ولا بعدنا عن الصواب نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افتروا على الله كذبا إلهي خرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ولا تجعل لهم علينا سبيلا اللهم ربط على قلوبنا وهدنا سبيلا الرشاد أنت الله الواحد الأحد رب الأرباب وخالق كل ما في هذا الكون سيدي ماكس مليار اقترب اقترب يا أخي مليخة اعتذر أني قطعت عليك الصلاة لا عليك ما الذي تحمله معك أحمل إليك بعض الحليب فأنا لا أملك غيره لزاك الله خيرا يا أخي سيحل الظلام يا سيدي ولابد أن أعود بأغنامي وأنا أيضا سأعود إلى داري رعاك الله يا سيدي سيدي دقيانوس ماذا وراءك يا جوليوس نبأ سيء يا سيدي ماذا هناك لقد حطموا تماثيل الآلهة التي بالمعبد الكبير من تجرأ وفعل هذا وأين كان حارس المعبد قتلوا يا سيدي اللعناة ستحل علينا إن لم نجد هؤلاء الخوانة انصبوا المشانق والصلبان أشعلوا المحارق لقنوهم درسا لا ينسى أيها القائد أنتونيوس فلتخرج من بينهم البالغين من الرجال أنت وأنت وأنت من يريد منكم أن يبقى حيا فليدل على الخوانة نفذ الأمر الآن سمعا وطاع إن هذا المجنون يقوم بمذبحة في حق الشعب إنها أوامري انتقاما للآلهة التي تحطمت عجبا ولماذا لم تدافع هذه الآلهة عن نفسها ماذا قلت الآن يا مارتنيوس ما سمعته يا أبي إنك تردد كلام هؤلاء المارقين إنني أردد كلام العقل يا أبي أنتم تعبدون آلهة صماء لا تضر ولا تنفع إذن فأنت منهم ولا أستبعد أن تكون أنت وآخرون من اقتحم المعبد وقتل حراسة ليتني كنت معهم مارتنيوس سأتظاهر بأني لم أسمع شيئا ولكن تأكد أني لن أتورع عن فعل ما يتوجب علي تجاهك إذا تم كشف أمرك أنت وأمثالك لقد صدق جوليوس في ظنه يا ماكس مليان ماذا تعني يا سيدي وأي ظن الخيانة من داخل القصر سيدي أرجو أن لا تصدق كل ما يقوله هذا المدعو جوليوس لقد انكشف الأمر أمام عيني ولا أستطيع أن أنكره ماذا تقصد يا سيدي؟ إنه ولدي مارتنيوس؟ ماذا به؟ لقد أعلنها أمامي بكل وقاحة أنه يتمرد على الآلهة بل ويزدريها سيدي إنه ما زال صغيرا والشباب في هذا السن إنه يتبع دين هؤلاء العبيد المارقين ولا أستبعد أن يكون له يد فيما حدث بالمعبد الكبير كانت فكرة بقائهم في المدينة وتعريض دينهم للخطر تبدو فكرة مستحيلة ومن ثم استقر عزمهم على الخروج من المدينة وكان إيمانهم بالله وحرصهم على عقيدة التوحيد أغلى من بقائهم في بيوتهم ومن كل متاع الحياة التي نشأوا فيها لقد كان مارتنيوس أكثر شجاعة منه لقد تهور أخي ولم يكترث بالعواقب كم أخشى عليه من بطشي أبي يبدو أنه قد حانت لحظة الحقيقة والمواجهة تريث يا زوجي ولا تدفع أبي لأن يفعل ما لا يحمد عقباه وأنا لا أستطيع أن أفعل ما يخالف إيماني سيكون أبي ساعتها كالأسد الجريح ولن يتورع عن فعل أي شيء فلنرحل من هنا إذن اتركوني لماذا تأخذونني؟ إنني أصنع تمثيل الآلهة وأبيعها دعوني أنا لم أفعل شيئا دعوني دعوني قيدوهم هيا إنهم مارقون ويتبعون هذا الدين الجديد لا تأخذنكم بهم رحمة هيا لا تتكاسلوا أسرعوا هيا أيها الكسالة تحركوا أراك قد أخطأت عندما كشفت حقيقة إيمانك أمام أبيك يا مارتينيوس لم أعد أكترث بأية عواقب لقد دقت ضرعا بما يحدث أريد أن أجاهر بإيماني أمام العالم أجمع إلى متى نكتم إيماننا أيها الرفاق ألسنا على حق؟ بلى مهلا يا رفاق لا نريد أن ننزلق إلى أية حماقات فالعيون تترصدنا ولن يتورع دقيانوس عن فعل أي شيء لو بقينا مع هؤلاء القوم فتنونا في ديننا وعذبونا نترك إذن هذه البلدة وما يعبدون وإلى أين نذهب؟ إن أرض الله واسعة وهذا ما استقر عليه عزم أيضا ولكن علينا أن نكتم إيماننا حتى تحين اللحظة المناسبة للنجاة بديننا صمتا توقفا ماذا هناك؟ هناك من يراقبنا ويتسمع لما نقول من هذا؟ إنه الجاسوس الذي يطلقه جوليوس إنه يسير خلفنا في كل مكان هل سمع شيئا؟ سأتولى أمره وأخرس لسانه إلى الأبد إلهي ساعدني يا إلهي إن الحيرة تملأني لا أدري كيف أصنع لا أريد أن يسجد وجهي لغيرك يا إلهي ألهمني سبيل الرشاد إن الظالمين يتحكمون في كل شيء متى ستكسر شوكتهم وتدمر قدرتهم اللهم لا تحرمنا رحمتك وقف بجانبنا يا الله في هذه المحنة وجاء اليوم الموعود يوم الامتحان والابتداء والنعمة اليوم الذي يحتفل فيه هؤلاء الوثنيون بآلهتهم المزعومة ويكتشف الحضور غياب ماكسيميليان ورفاقة فيومي أديقيانوس إلى جوليوس الذي يتحرك مع جنوده إلى خارج المعبد وجاءت اللحظة الفاصلة بعد أن عزموا على فراق الوطن والأهل فرارا إلى الله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا خرج المؤمنون في جوف الليل يتقدمهم الراعي مليخة والكلب يسبقهم بمسافة لتأمين الطريق دخل الفتية إلى الكهف ليختبئوا فيه ويأووا إليه فقد كانوا في حاجة إلى مأوى يحميهم من الوحوش الكاسرة أو من أعدائهم فكان الحل هو الكهف لن نطيل البقاء أيها الرفاق نرحل من هنا قبل شروق الشمس أشعر بالضعب والنعاس وأنا أيضا لا أستطيع مقاومة النوم أقترح أن يبقى أحدنا مستيقظا كي لا يبغيتنا أحد اطمئن يا سيدي فكلبي سيقوم بهذه المهمة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشادا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا إن الله يلقي بالنوم على عباده للطمأنينة فألقى الله النوم على أصحاب الكهف فالنوم راحة للأجساد وطمأنينة للقلب لقد ألقى الله على الفتية هيبة فلا يراهم أحد إلا خاف وفزع منهم وهذا من فضل الله عليهم لحمايتهم من دخول أحد الكهف وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا مرت الأيام والسنون والفتية ما زال نائمين لم يستيقظوا وهنا تتجلى قدرة الله عز وجل حيث تطلع الشمس وتغيب وهم ما زالوا نيام يرعاهم الله بقدرته فيبقي أعينهم مفتوحة طوال تلك المدة لأنها إذا بقيت مغلقة تتأذى كما يقلبهم الله بقدرته حتى لا يصيب أجسادهم القرح والتآكل من طول مدة الاستلقاء والنوم وكانت الشمس كلما طلعت مالت عن الكهف باتجاه اليمين وعند غروبها تميل باتجاه الشمال حتى لا تتعرض أجسادهم لحرارة الشمس القوية وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا وربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومرت أجيال وأجيال ونسي الناس أمر الفتية النائمين في الكهف ومات الحاكم الطاغية وجاء بعده ملوك وتبدلت معالم المدينة تماما وتشاء قدرة الله تعالى أن يستيقظ الفتية من نومهم بعد مرور أكثر من ثلاثة قرون استيقظوا استيقظوا أيها الرفاق قدمي تؤلمني بشدة ترى كم من الوقت مضى علينا ونحن نائمون لقد انصرم نصف الليل وأظن أن هذا هو الزمن الذي نمنا فيه أظن أننا نمنا أكثر من هذا ربما نمنا يوما بأكمله ولم نشعر بذلك نظرا لما حدث في الليلة الفائتة أشعر بالجوع الشديد حسنا من يحمل نقودا؟ أنا أنا أحمل قليلا من النقود ولكن من سيذهب لإحضار الطعام؟ إن وجوهنا معروفة وسينكشف أمرنا لو خرج أحد منا سأذهب أنا يا سيدي فإن أحدا لا يعرفني وأستطيع القيام بهذه المهمة حسنا تخير أفضل الطعام واحرص أن لا يتبعك أحد أثناء عودتك وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا تعجب الراعي عندما رأى المدينة وقد تغيرت معالمها فالبيوت غير البيوت وأناس لم يرهم من قبل رأى اختلافا كبيرا في شكلهم وملابسهم ومنازلهم وطرقاتهم يا إلهي لقد فقدت عقلي وغاب عني صوابي أين تماثيل الآلهة؟ وأين معابدهم؟ أين البائع؟ أريد طعاما بهذه الدراهم ما هذا؟ من أين لك بهذه الدراهم؟ من أين أنت يا هذا؟ هل أصبت كنزا من كنوز الأولين؟ أي كنزا يا هذا؟ أيها الناس أيها الناس لقد عثر هذا الرجل على كنز تعالوا لتروا هذه النقود التي معه تعالوا أيها الناس تجمع الناس حول الراعي المسكين وتدخل الجنود واقتادوه إلى الحاكم من أين أحمرت هذه النقود أيها الراعي الطيب؟ إنها من عهد الامبراطور إدريانوس هذه نقودنا يا سيدي لقد خرجنا بالأمس واختبأنا في الكهف فرارا بديننا من ديقيانيوس يا إلهي أتكونون أنتم أشراف هذه الأمة؟ الذين فروا بدينها من الطاغية منذ أكثر من ثلاثة قرون أين مقامك الآن أيها المباركون؟ نحن نختبئ في كهف غائر في الجبال القريبة سوف أذهب معك بنفسي هيا تقدم الحاكم الجميع حتى وصل إلى الكهف وهناك طلب الراعي دخوله وحده إلى الكهف حتى يخبر أصحابه بما جرى كي لا يخافوا ويجزعوا إذا رأوا مجموعة من الناس تدخل عليهم فدخل وأخبرهم بما حدث وبعد أن علموا وأيقنوا قدرة الله أماتهم الله حفاظا عليهم من التعظيم وفتن الدنيا بعد أن علم الناس قصتهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلموا بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمان فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ترجمة نانسي قنقر